بشكل واضح برز الاختلاف في الموقف حيال الحجد الشعبي ومن ورائه طبعا الدور الإيراني في العراق بينما قاله وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ومضيفه رئيس الوزراء حيدر العبادي تيلرسون طالب بانسحاب كافة الميليشيات التابعة لإيران من العراق بينما انبرر العبادي للدفاع عن الحجد بتأكيد أن فصائله باتت جزءا من المنظومة العسكرية الرسمية للعراق وأثنى على دورها رغم كل التقارير المختلفة التي تتهم بعض فصائله بارتكاب انتهاكات إنسانية في أكثر من مناسبة قيس الخزعلي قائد ما يسمى بعصائب أهل الحق أحد فصائل الحجد وصل به الأمر إلى أن طلب صراحة من القوات الأمريكية الانسحاب من العراق فور إكمال مهمتها ضد داعش وهو طلب يبدو أنه لا يكترث لموقف الحكومة العراقية باعتبارها صاحبة القرار في تقديم مثل هذه الطلبات من أي قوات أجنبية في العراق لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفينا معنا من بغداد الخبير الأمني جاسم حنون ومعنا من واشنطن الباحث السياسي هيثم الهيتي أذكركم مشاهدينا بإمكانكم أيضا أن تشاركوا معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي مساء الخير أستاذ جاسم مرحبا دعني أبدأ معك تصريحات لافتة وسجال لافت بين وزير الخارجية الأمريكي من جهة ريكس تيلرسن ورئيس الوزراء دكتور العبادي من جهة أخرى حول مسألة ضرورة انسحاب الميليشيات الأجنبية التابعة لإيران وغيرها كما قال تيلرسن رئيس الوزراء العبادي أكد أن الحجد هو جزء من المؤسسة العسكرية الرسمية الآن وكان هناك الكثير من الامتعاض من عدد من المسؤولين العراقيين الآن يخرج السيد قيس الخزعلي قائد عصائب أهل الحق جناح في الحجد ليطالب القوات الأمريكية بالانسحاب من العراق بعد انتهاء مهمتها ألا تعتقد أن مثل هذا الطلب يجب أن يصدر بداية عن جهة سياسية رسمية مثل الدكتور العبادي أو شيء من هذا القبيل شكرا جزيلا تحية لك وإلى ضيفك الكريم وأنا مشاهديكم الكرام طبعا هذا الأمر هو من صلاحية القادة العام قوات المسلحة والذي هو مخول بموجب الدستورة أن يعقد كافة الاتفاقات العسكرية وأيضا كل ما يتعلق بموضوعة المستشارين وأيضا القوات الأجنبية واستدعاها وأيضا الطلب منها بموضوعة المغادرة في حال انتهاء هذه العمليات أما بخصوص تمسك الدكتور العبادي بموضوعة الحجد الشعبي أنا باعتقادي هو صائب بهذا الأمر لا يزال الملف الأمني والعسكري وبعض المناطق هي مسيطرة عليها من قبل تنظيم داعش وهناك خلافات وبعض المناطق التي من الممكن أن تنشبهها بعض الخلافات اليوم تعد المؤسسة الحجد الشعب وهيئة الحجد الشعبية جزء من المؤسسة العسكرية وتكلمنا عن هذا الأمر بتشريع الدستور العراقي في نوفمبر من عام 2016 إلى قانون وكذلك الأمر الديواني لقم 91 الذي أصدره القائد العام القوات المسلحة في فبراير من عام 2016 أيضا أعطت الشرعية واكتسب الصفة المعنوية وكذلك يعد أحد التشكيلات العسكرية والتي تأتمر بأمر القائد العام القوات المسلح وهي ساهمت بأغلب المعارك أكثر من 94 معركة منذ طلاق العمليات في آب من عام 2014 ولحد هذه اللحظة تقاتل ولم نشهد أي من القضايا التي كان يعول عليها أو يراها عليها أو أن تكون نواة أو مشكلات مستقبلية لكن حقيقة بدأت الملفات تختلف تماما البعد العسكري بدأت نشهده واضحا بدأت القضايا السياسية هي أبعد مما هي عسكرية لكن اليوم السيد العبادي هو بمسيس الحاجة إلى وجود قوات عسكرية قادرة على مواجهة أي من الأخطار المحتملة في مثل هذه الظروف التي لم ينتهي بها لحد هذه اللحظة الملف العسكري والأمني ولم نصل إلى حالة الاستثباب الأمني ولكن أستاذ جاسب أنا أتفق معك تماما أنه كان هناك الكثير من الإسهامات التي قام بها الحجد الشعبي وهناك الكثير من التقدم الميداني والمساندة للقوات العراقية ولكن باستخدام نفس المنطق الذي استخدمه السيد قيس الخزعلي عندما يطالب القوات الأمريكية بالانسحاب بعد اكتمال مهمة هزيمة داعش البعض قد يطالب أيضا بحل الحجد بعد الانتهاء من هذه المهمة لأنه على أساس أن الحجد تم إنشاؤه لمواجهة تنظيم داعش الآن بعد الانتهاء من التنظيم ما هي الحاجة لوجود ذراع عسكرية موازية للجيش لماذا لا ينخرط أفراد هذا الحجد في المؤسسة العسكرية الرسمية لماذا يجب أن يكون هناك حجد شعبي بعد هزيمة داعش في العراق لا سيد واليوم منظوي تحت لواء المؤسسة العسكرية ويخضع لكل القوانين العسكرية النافذة في العراق أكثر من 152 مادة بقانون العقوبات وكذلك القوانين العسكرية النافذة ويخضع لها الحجد الشعبي وهي هيئة معروفة هذا رسميا أستاذ جاسم ولكن عمليا السيد قيس الخزعلي ما رتبته ما في الهيكلية العسكرية للقوات المسلحة سيدة أنا أثبت لك هذه القضية هناك أدلة وبراهين على هذا الأمر أغلب المعاركة التي لم يستدعهم القائد العام قوات المسلحة لم يشتركوا بها معركة تلعفر كان أعطاهم دور فقط مسك الحدود وكذلك المناطق الحاكمة والعقد الرابطة بعض المناطق فيها انتشار وبعض المناطق لم يشاركوا أطلاقا أي أن اليوم هذه المؤسسة حتى وأن صدر رأي من زعيم لتشكيل مسلح في البلد لكنه يقضع إلى قرارات الحكومة وهو اليوم يطبقه على أرض الواقع ولا يمكن له أن يغير مثل هذا الأمر لأن اليوم التشكيل الحج الشعبي ملاحظة مهمة يعتبد على المؤسسة العسكرية بالمظلة الجوية بالدروع بالمدفعية بالعجلات بالآليات وكذلك يكتسب الشرعية القانونية بالتحرك بالبلد في خلاف هذا الأمر سيكون ليس ذات جدوى ولا يستطيع أن يتكلم أو ينطلق من منطلقات قد تكون متبنات سياسية أو فكرية أو عقائدية قد تنعكس على المؤسسة العسكرية أنا باعتقادي هناك ضبط إلى إقاع المؤسسة العسكرية وتحديدا في المعارك الخمسة الأخيرة طيب أستاذ هيثم في واشنطن مساء الخير أطلنا عليك الانتظار كان هناك تصريح لافت للسيد تيلرسون دعا جميع المقاتلين الأجانب والميليشيات الإيرانية كما قال للعودة إلى بلادهم طبعا هذا التصريح أثار الكثير من الاستغراب في الأوساط السياسية العراقية صدر بيان عن الحكومة وأيضا السيد العبادي كان له تصريحات واضحة في هذا الموضوع يقول عناصر الحجد الشعبي هم مقاتلون عراقيون وليست ميليشيات إيرانية يقول أن الحجد الشعبي هو أمل العراق والمنطقة يعني هناك واضح رؤية مختلفة 180 درجة بين الحكومة العراقية وبين الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذا الموضوع إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الموضوع ملف الحجد الشعبي يعني نقطة توتر في العلاقة بين الطرفين شكرا جزيلا تحية لك ولضيفك الكريم في الحقيقة أعتقد أن هناك في العراق نفوذان رئيسيين لدولتين هما إيران والولايات الأمريكية المتحدة ولهذه الدولتين هناك مصالح مختلفة يتشاركان النفوذ بشكل مختلف وبالتالي بالتأكيد سنجد الكثير من الإصدامات السياسية التي ستحصل خاصة بعد الانتهاء من الاتفاق المبدئي بين الطرفين على محاربة الإرهاب أو محاربة داعش يعني أن الأجندة من محاربة داعش يعني وصلت إلى نهاياتها وأن داعش قد انتهى وبالتالي سنجد اليوم أن هناك اختلاف سياسي في الاتفاق بين النفوذين وسنجد أن الكثير من الأطراف السياسية سواء الموالية أو القريبة لإيران والأطراف القريبة من الولايات الأمريكية المتحدة ستكون ضمن عملية منافسة وصراع سياسي داخلي أنا أعتقد أن ما قاله سيد تيرلسون من المملكة العربية السعودية هو عبارة عن رسالة أولى بعد الانتهاء من داعش وهذه الرسالة الأولى هي تعبر أيضا عن ما أعلنه الرئيس ترامب سابقا في استراتيجية جديدة تجاه إيران المتعلقة بقضايا الصواريخ الباليستية ونفوذها بالميليشيات في دول متعددة ليس العراق فحسب وإنما دول أخرى عربية كثيرة وبالتالي هذه الرسالة كانت واضحة رد سيد العبادي هو رد يعني بالتأكيد لن يكون متسقا أو متفقا مع الولايات الأمريكية المتحدة مئة بالمئة لأنه محور وسطي بين جميع الأطراف ولا يريد أن يكون المحور المتصادم مع الأطراف الأخرى هو في مأزق سياسي وفي موقع لا يحسد عليه أيضا ولكنه أيضا يدير الدفة بشكل بارع بين كل الأطراف ولكن لا يمكن السير بهذا الطريق إلى اللا نهاية نعم ولكن أستاذ هيدا عندما يقول السيد العبادي أنه عناصر الحجد الشعبي هم مقاتلون عراقيون وليسوا ميليشيات إيرانية وهؤلاء دفعوا عن البلاد وقدموا التضحيات الكثيرة يعني هو يضع نفسه في مواجهة مع تصريحات السيد تيلرسون ومع مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني هو لا يمسك العصى من الوسط في هذه الحالة هو يضع نفسه في مواجهة الموقف الأمريكي الرسمي نقطتان رئيسيتان أجيب بها على هذا السؤال المهم أنا أرى تاريخيا ومنذ 1958 أن في العراق دوما هناك مشكلة أو إخفاق سياسي في فهم المصالح العالمية والغربية وهذا ناتج من أيضا من يعني الوصول إلى نوع من القوة داخل العراق لامتلاك العراق عديد من عناصر القوة يدفع بالزعامات والسياسيين إلى عدم التواصل السياسي مع الأطراف الدولية يجب أن نفهم أن هناك سياسة أمريكية جديدة مختلفة وهذه السياسة الأمريكية صمتت ولم تتفق صمتت عن وجود قوات عسكرية معينة بأيدلوجيا معينة ضد داعش لأن داعش كأيدلوجيا هو أكثر تطرف وأكثر خطر على المصالح الأمريكية أما الآن بعد انهيار هذا التنظيم الإرهابي فالمصالح الأمريكية اليوم ستتصادم مع أيدلوجيا أخرى جديدة وهي ما يسمى بقوات الحجد الشعبي وبالتالي هناك أولا إخفاق في الفهم النقطة الثانية ما حدث به سيد العباد وما تحدث به تلولسون هم تحدثوا عن مقاتلي الحجد الشعبي ولا نريد أن نقول أن مقاتلي الحجد الشعبي سيئون أو مجرمون لا هناك منهم مقاتلون شرفاء قاتلوا في سبيل تحرير المدن ولكن الحديث هنا عن القيادة من يدير الدفة من يقود هذه القوات ويؤدلجها والذي هي بربوغاندا سياسية محددة وبمن مرتبط هذا هو السؤال وهذا هو حقيقة مشروع حل هذه الميليشيات ولا أعتقد أن تلولسون يريد أن يخرج هؤلاء الناس خارج العراق بقدر ما يريد أن يخرج الإدارة السياسية والعسكرية لهذه القوات طيب أستاذ هيثم وأستاذ جاسم سنتابع هذا الحوار بعد قليل لكن قبل ذلك سأنتقل إلى يوسف ليوفينا ببعض المشاركات من المشاهدين حول هذا الموضوع نعم مهند لدينا أربع تعليقات من مشاهدين حول الموضوع فاطمة تقول العبادي يصرح بأن الحشد الشعبي هو أمل العراق والمنطقة وهو يعلم أن الحشد يختطف دولته كما يختطف حزب الله دولة لبنان عبدالستار يقول لا يخفى على أحد توغل إيران في مفاصل الدولة العراقية وأحمد يقول المتابع للموقف في العراق يرى بوضوح أن ميليشيات إيران المسمى بالحشد الشعبي هي التي تحكم العراق في قناعة كبيرة منتشرة في هذا الموضوع آخر شيء مغرد يقول وجود هذه الميليشيات الطائفية حجر عثرة في طريق عودة العراق العربي ونمو البلاد شكرا جزيلا لك يوسف أعودي للأستاذ جاسم في بغداد ربما للتعليق على بعض ما قاله الأستاذ هيثم فيما يتعلق بأنه الآن هناك نفوذ أمريكي ونفوذ إيراني في العراق هناك ربما الآن التقاء أهداف القضاء على داعش ولكن بعد تحقيق هذا الهدف ربما سيترجم هذا الاختلاف بشكل آخر كيف برأيك ستكون العلاقة ومحاولة الإبقاء على النفوذ من الطرفين بعد مرحلة داعش أنا أعتقد لا يوجد هناك نقطة مشتركة ما بين الجانب الأمريكي والإيراني يعني البعضهم يريد أن يزيح الآخر تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية جازمة بأن الحج الشعبي سيكون أحد أهم أدوات إيران في المنطقة وستكون الحلقة الرابطة ما بينها وبين سوريا من خلال ما جرى في المنطقة هذا الذي قاله الكثير من المسؤولين الأمريكان وأيضا ما صرحوا به بهذا الموضوع الجانب الآخر يراد من موضوعة الصراع أن يكون العراق مسرحا إلى العمليات يعني ما بين الجانب الإيراني وبين الستراتيجية الأمريكية المتبعة في داخل العراق لأنها تعد العراق جغرافية وموارد وكذلك قرارا أمنيا وعسكريا واحدة من مواقعها الستراتيجية في المنطقة ولا يمكن لها أن تتخلى عنها وتريد أن تزيح الجانب الإيراني من القرار السياسي والأمني والعسكري من خلال ضرب هذه الأدات التي دائما تتهمها بأن هناك أكثر من فصيل هو تابع إلى إيران ويأتمر بأمرة إيران هذا الأمر أنا باعتقاد قد تجاوزنا هذه المرحلة قبل فترة من الممكن أن تكون كانت إيران تمول وتسلح في فترة لكن بعد ذلك عادت الأمور إلى المؤسسة العسكرية وهناك أيضا قطعات بدأت تتوزع بتشكيلات وتكون بأمرة الضباط والآمرين والقيادات الميدانية في العراق والجانب الأمريكي لديه أيضا يعني هناك مستشارين وأيضا هناك بعض القيادات التي كانت تشرف على هذه الأعمال لم تجد أي من هذه القضايا أي أن الموضوع بدأ جانب آخر يعني موضوع الداعش أخذت حيز من الصراع في داخل العراق وأيضا الملف السوري لم ينتهل حد هذه اللحظة والعراق التأثرة يعني بوضعه السياسي والأمني والعسكري بالجانب السوري الذي كان هو مراهن من قبل الجانب الأمريكي عليه بأن ينتهي هذا الملف في غضو ثلاثة أجهر وينطلقت العمليات في سوريا منذ آذار من عام 2011 ومن ثم انحكست في حزيران من عام 2014 أي أن المنطقة بقيت على هذه الشاكلة وعلى هذا الحال سوف تلتهي وتضيع هذه المنطقة الجغرافية التي تحسي تراتيجيا بالنسبة للجانب الأمريكي من أمريكا وهناك نفوذ لإيران بشكل كبير هذه المخاوف تنعكس على القرار العراقي وعلى قرار قادر عن قوات المسلحة عندما أراد أن تبقى هذه القوة العراقية هي ظهير إلى الجيش العراقي وأن تكون مساندة وقوات مسلحة جاهزة كقدرة قتالية موجودة على الأرض لن يعتقد أن هناك مشكلات ولم ينتهي لا ملف داعش لا ملف الإرهاب لن نصل إلى حالة الاستثباب الأمني وهذا الأمر هناك أيضا مفارقة انظر إلى الجانب الأمريكي كيف يتعامل مع الأمور في عام 2006 عندما شكل الصحوات في الأنبار لماذا لم يحلقوا على هذا الأمر وطالبوا من الحكومة العراقية في ذلك الوقت أن يصرفوا لهم الرواتب وأن يضعوهم بذات الوضع بدون أن يضموهم إلى المؤسسة العسكرية اليوم القادر عن قوات المسلحة يذهب صوب تشكيلات عسكرية وكذلك دمجهم من ضمن المؤسسة العسكرية على أن تكون كل القرارات والقوانين والتشريعات هي نافذة على كل مقاتلي الحجر الشعبي وأيضا هناك كثير من القضايا التي تمت متابعتها من قبل قادر عام شخصيا وكذلك المؤسسة التي تتبنى الانضباط في داخل مؤسسة الحجر الشعبي أي أنه لم يصدر شيء لا في التغيير الديمغرافي الذي قالوه البعض لا في الانتقام لا في التطهير العرقي لا في تزيئة العراق ولكن السؤال الذي طرحه الأستاذ هيثم أستاذ جاسم يبقى تساؤل مشروع هي ليست مسألة يجب أن يخرج هؤلاء المقاتلين هم عراقيون في نهاية المطاف ولكن ارتباط هذه الفصائل هذه المجموعات المسلحة عقائديا وأيديولوجيا من يدير الدفة هو هذا السؤال الذي طرحه الأستاذ هيثم هنا تأتي المخاوف من أنه ارتباط هذه الجماعات وولاها في الدرجة الأولى ليس للحكومة العراقية ولا للوطن العراقي كما يرى البعض لا سيدي هذا الأمر فيه كثير من المغالطة موضوعة حدم الولاء إلى الوطن من حرر الأرض العراقية اليوم نتكلم عن 170 ألف كم مربع كانت يبيت داعش ثلث العراق اليوم تحررت بسواعد هؤلاء من الذي اليوم عاد الناس إلى تلك المناطق وعادت الحياة وقضى على تنظيم داعش وقضى يعني درأ الخطر عن العالم وكان رأس الرمح في مواجهة هذا الإرهاب الذي اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية بأنه لعتها والأجرم والأجرس في كل العالم القضية الأخرى اليوم يعني هناك قوانين وضوابط وإمرأة القادة العام وأيضا تحركاتهم ووضوحهم كل الأشياء هي اليوم مسيطرة عليها البعض منهم قد يشكل مخاوف لكن حقيقة لماذا يشكل بعضهم مخاوف أو قوميتك القضية أين هي القضية اليوم عندنا البلبلد نحن لا عندنا مؤسسة متكاملة بشكل تستطيع أن تقول عليها أنها مؤسسة نستطيع أن نقول بأن هناك جوانب إيجابية وسلبية البعض من القضايا قد تخرج عن السيطرة البعض منهم قد يرتكب أخطاء فردية البعض منهم قد يكون حالات هي مشبوهة وغير صحيحة لكن هل تحمل الحكومة أو المؤسسة أنها تمنهج هذه الأعمال وتدفع باتجاه أن تقع هذه على الأرض وعلى المواطن هذا الأمر لم نجده اليوم هناك عقوبات ووصلت حد الإعدام والبعض منهم قد احتقل والبعض منهم قد دعا بأنه مع الحشد لكنه يقوم بأعمال جنائية وإجرامية في تلك المناطق هذا الأمر الذي يجب أن يفند ولا أن نشكل يعني عبا على المؤسسة بأن هذه المؤسسة قد تكون جمع قائدية لا اليوم اشترك بها الشبك والتركمان وأيضا اليوم يعني من العربة السنة لكن الأغلبية هي من الشيعة وهذا الأمر معلوم يعني بطبيعة البلد بطبيعة التكوية السكاني فيها ولا تحصل أي من هذه القضايا علينا أن نتجنب مثل هذه المخاوف ونضع المحددات حتى نستطيع أن نصل إلى بر الأمان لا تزال القضية في بداياتها ومن الممكن أن تحصل مفاجآت كبيرة أستاذ هيثم الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل حوالي أسبوعين أو أقل بقليل باتجاه إيران واضحة يعني مواقف سياسية حازمة على الأقل نفظيا حتى الآن تجاه إيران كيف سينعكس هذا على المواجهات على الأرض العراقية في مرحلة ما بعد داعش يعني إذا أرادت الإدارة الأمريكية الالتزام بهذه الاستراتيجية فهذا يعني حتميا يعني علاقات ربما مواجهة مع إيران في مرحلة ما ما رأيك في ذلك في التأكيد يعني أولا العراق هو قاعدة انطلاق أمريكية مهمة لولايات الأمريكية المتحدة قد صرفت عليه الملايين وأنجزت فيه الكثير وبالتالي لا يمكن لولايات المتحدة أن تضحي بالعراق لقوة أخرى عسكرية بداية ارتباط معين بدولة معينة لديها استراتيجية ضدها وبالتالي أنا أعتقد هذه هي الرسالة الأولى من تيرلسون التي تعبر عن أن بداية استراتيجية ستكون في العراق وستكون تحديدا بتحجيم قوة عسكرية معينة كان لها دور مهم في القضاء على داعش أما الآن فلا دور لها وإن إبقاءها سيكون فقط للضغط على العراق والتأثير السياسي على العراق والاتجاه باتجاه معين موالية أو قريب من إيران أنا أعتقد أن الآن العراق يمر بمرحلة معينة هي عملية تحول أو تغيير التحالفات السياسية وهذا الذي قد يضي إلى مجموعة من الاختلافات والأزمات التي قد توصل لنا إلى تغيير معين أو توجه معين قد يكون سربي وقد يكون إيجابي طبعا مثلا نحن نعرف جيدا أن هناك كان تحالف سياسي ما يسمى بين التحالف الوطني وما بين الكرد اليوم هناك حديث كردية ودعاية كردية وصراع كردي مع الحشد الشعبي ومع قوات عسكرية معينة وترسل الاتهامات ووسال التواصل الاجتماعي وقناة ردا وقنوات متعددة وكان هناك انتهى الصراع الطائفي وتحول إلى صراع مع طائفة مع قومية معينة وبالتالي هذا التحالف وأشبه بالانكسر أو انتهى ثانيا هناك تحالف مهم هناك قوة سياسية للتحالف الوطني كانت ما بين إيران والولايات الأمريكية المتحدة إلى أين سيسير هذا التحالف هل سيسير باتجاه كامل مع إيران أم سيكون وسط بين إيران والولايات المتحدة أم سيكون مع الولايات المتحدة أم أنه سينقسم إلى جسدين جديدين جزء مع الولايات الأمريكية المتحدة وجزء مع إيران وبالتالي هذا قضية الحجد الشعبي هي قضية جزء من بناء التحالفات السياسية الجديدة والذي هو قوة عسكرية لديها أجندة سياسية محددة تريد أن تفرضها على أرض الواقع وبالتالي سيحدث انشقاقات وستحدث صراعات ولكن نحن في مرحلة البداية وليس في النهاية لذلك لا أستطيع أن أحكم عن الصورة النهائية للعراق القادم ولكنني أجزم أن الصورة مختلفة جذريا عن الماضي لن يكون هناك نفس الصورة المكونة من ثلاث أجزاء محددة مختلفة شيعة سنة كرد وإنما ستكون باتجاهات مختلفة جذريا وهذا الصراع قد يطول لفترة معينة من الزمن للوصول إلى نتيجة حتمية ونهائية نقطة لافتة أستاذ جاسم ما رأيك في ذلك مرحلة تغيير التحالفات في العراق بدأنا نشهدها الآن وستكون مختلفة جذريا عن الماضي كما يقول الأستاذ هيثم ما رأيك في ذلك نعم اتفق تماما مع السيد هيثم وأيضا الكثير من القضايا التي سوف نشهدها في المستقبل القريب على شاكلة التحالفات أو التوجهات أو الخطاب أو التشكيلات السياسية لكن البعض منهم قد يركد إلى موضوعة الحشد والتشكيلات العسكرية لأن اليوم هناك لديهم مقبولية في الشارع والبعض منهم قد يدين لهم بالفضل والولاء إلى ما فعلوه وما قدموه من تضحيات البعض الآخر من القوى السياسية وتحديدا التي تنتهز مثل هذه الفرص والتي هي تمارس العمل السياسي في العراق منذ فترة طويلة ولم تحظى بشعبية في الشارع العراق بسبب الإخفاقات السابقة سوف تتعكس على مثل هذه القضايا والبعض الآخر سوف يذهب صوب الانشطارات السريعة حتى يحصل على رقعة جغرافية ويكون متمركزا بها ويستغل تلك النقعة بنفوسها بمواردها وينطلق مرة أخرى إلى تشكيل سياسي آخر التحالفات سوف تنتج لنا الكثير من المشكلات المستقبلية والمراهنات والمزايدات وعملية الخداع والكذب على الشارع العراق لأن أغلب القضايا التي مررنا بها موضوع الداعش وموضوع الانتكاس الاقتصادية الفترة التي عشنا بها بعزلة دولية والتنظيمات الارهابية التي سبقت داعش هي بسبب الإخفاق السياسي في العراق وبسبب تشضي القرار الوطني وعدم وجود وحدة قرار لمواجهة هذه القضايا المصرية. أنا باعتقاد البعض منهم قد أدرك. لكن الأغلبية في الميدان السياسي العراقي هم يعملون ليس لصالح العراق. بل لديهم أجندات لديهم أطراف خارجية ولديهم بعض التصورات التي من الممكن أن تحيد العراق إلى ما قبل 2003 أو ينتمي إلى بعض القضايا التي من الممكن أن يتهم بها مستقبلا ونريد أن يحظى بمكان سياسي حتى يدفع المشكلات إلى مرحلة أخرى ومن ثم لكل حادث حديث. شكرا جزيلا لك الأستاذ جاسم حنون. الخبير الأمني كان معنا من بغداد. وشكرا لضيفنا من واشنطن الأستاذ هيثم الهيتي. الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم.